بالنسبة للحراك الذي في السويداء الآن أنا من المساندين له ومن المؤيدين له وأتمنى أن يزداد قوة وأن يزداد صلابة وأن يزداد عنفوانا وأن يستمر وأن تكون له الكلمة العليا وأن لا ننتظر من هؤلاء خيرا يقدمونه لنا مقابل أن نصمت أو مقابل أن نتنازل عن حقوقنا أو عن ثورتنا فهؤلاء الناس الذين نجابههم لا عهد لهم ولا ميثاق لهم ولا أخلاق عندهم وكلنا يعلم ما حصل لشعب سوريا ما بين عام 2000 وداعش إلى الآن كم فقدنا من القتل ومن الجرحة وكم خسرنا من المعوقين وكم خسرنا من أناس سواء كانوا صغارا أو كبارا نعم من يعرف هذا يفهم حقيقة النظام ويفهم حقيقة أنه نظام سيء وأنه نظام لا يتمتع بخلق ولا بمبدأ ولا بعقيدة لذلك أتمنى للثورة في السويداء أن تستمر وأن تزداد وأن يعلو صوتها أكثر مما هو عليه الآن هذا ما أتمناه ونحن نشد على أيديهم فردا فردا ونقول لهم نحن معكم نعم نحن معكم ولن نتخلى عنكم ولن نترككم وحدكم أن استطعنا سنعمل جاهدين لمؤازرتكم ولنصرتكم وللوقوف إلى جانبكم وحشد أبناء الشعب لكي يكون إلى جانبكم وكي يكون لكم نصيرا ومعينة هذا هو رأيي في الحراك الذي يجري الآن في السويداء نحن مسرورون لهذا الحراك ونتمنى أن يزداد قوة على قوته وأن يحقق ما نتوق إليه وما نصب إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر